برسالة غير مباشرة حذر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الرئيس السوري بشار الأسد من كارثة وشكة في سوريا مشيرا إلى أن نهايته اقتربت فما القصة بعد فترة غياب طويلة أطل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خالي بشار الأسد من جديد ليوجه رسالة مهمة بين الصطور لبشار الأسد وللسوريين عموما وبدأ مخلوف رسالته بالتحذير من حدث كبير قادم في سوريا وخطر لابد من الانتباه له على حد تعبيره وذكر مخلوف المتابعين بما يسميه نبوءة والتي تحدث عنها في السابق حيث قال إنما تنبأ به من زلازل طبيعية وزلزال آخر اصطناعي قد تحقق بالفعل فالزلزال الطبيعي تحقق بداية العام الماضي أما الزلزال الاصطناعي فهو يحدث الآن على حد تعبير مخلوف حيث زعم أن الزلزال الاصطناعي هو ما يحدث في المنطقة حاليا مشيرا إلى أن الزلزال الاصطناعي هو عملية طوفان وقال رجل الأعمال السوري إن ظهور المهدي سيصبقه ظهور شخصية تدعى السفيانية تملأ هذه الأرض جورا وظلما مشيرا إلى أن هذه الشخصية موجودة في دولة العدو ونوها مخلوف إلى أن ظهور تلك الشخصية سيأتي بالتزامن مع ظهور شخصية أخرى تدعى اليمانية وثانية تدعى الخرسانية وتلك الشخصية الموجودة في لبنان واليمان ستقوم بالتصدي للسفيانية وأشار مخلوف إلى أن الزلزال الاصطناعي سيمتد من جنوب بلاد الشام إلى المنطقة الشمالية منها حيث إن هدف السفياني الأساسي هو جنوب سوريا وذلك من أجل تحقيق إنجاز في تلك المنطقة وبحسب نبوءة مخلوف فإن السفياني سيقوم بالاستعانة بحلفائه وأعوانه من دول الجوار وذلك من أجل فتح جبهة في الشمال السورية لإشعال دمشق من أجل تسهيل مهمة التقدم والسيطرة على العاصمة السورية دمشق